السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي متابعين. ان شاء الله اكونوا بخير. معكم شيف مهر محمد في كورس تكليف الاغذية. ان شاء الله هنكمل على الدرس اللي فات. وهنعمل النهاردة تكلفة الحشوات للقروسان اللي احنا عملناها. يلا بيدا ان شاء الله ندخل على الدرس العملي. زي ما انتو شايفين ده نفس الشيط اللي احنا اشتغلنا عليه المرة اللي فاتت. اول حاجة عملناها المرة اللي فاتت كتبنا الخاميات المستخدمة عندنا وكتبنا اسعارها عشان هو ده اللي احنا هنشتغل عليه بعد كده واللي احنا اشتغلنا عليه المرة اللي فاتت. نروح على شيت اتنين زي ما انتو شايفين. احنا كان عندنا رسبي لآه كروسان. عملناه وكلفناه. بس كلفناه على القطع السادة. ان شاء الله النهاردة هنعمل تكاليف لكل قطعة بالحشو بتاعها. عملت هنا جدول من ست خنات. هكتب في الخانة الاولانية الصنف. الخانة التانية نوع الحشو. الخانة التالتة. وزن الحشو اللي انا هحطه في كل قطعة. الخانة اللي بعدها هيبقى سعر الحشو. وبعد كده تكلفة الحشو. اخر حاجة تكلفة القطعة. اللي هي التكلفة النهائية لكل القطعة بالحشو بتاعها. انا هعمل هنا اصناف. عندي هعمل كروسان جبنة وكروسان سادة. وليكن انا هعمل بس ايه? نوعين دول ميت جرام وسبعين جرام جبنة وهعمل ميت جرام وسبعين جرام برضو. آآ شوكولت. تمام? يبقى عندي كروسان. ميت جرام. جبنة. وكروسان سابعين جرام. جبنة ورضو. لو حبيب اعمل الخمسين جرام والعشرين جرام ما فيش مشكلة. بس احنا عشان الفيديو ما بقاش طويل هنشتغل بس على ايه? نوعين بس. كروسان ميت جرام شوكولت وكروسان سبعين جرام. شوكولت برضو. ولو عندي اي نوع حشو عادي هضيفه عندي هنا. نوع الحشو هنا جبنا. جبنا. شوكولت. شوكولت. يعني انا هشتغل على اي تبين دول بس. وان شاء الله انتم يعني حاولوا تزودوا. اعملوا مثلا بسترمة. آآ اعملوا اي نوع حشو عندكم. اعملوا فيش مشكلة خالص. وزن الحشو. وليكن هحط عشرين جرام في القطعة اللي هي الميت جرام. هحط عشرين جرام حشو. اتنين. والمسلا سبعين جرام هحط فيها خمستاشر. او بوينت زيرو خمستاشر. نفس الكلام برضو في الشوكولت. بوينت زيرو عشرين. والسبعين جرام بوينت زيرو خمستاشر. سعر الحشو انا مش هكتبه من دماغي. طبعا احنا قردي عاملين اسعار الخامات هناك. هقول يساوي في سعر الحشو. وهروح هشوف سعر الجبنة بكام? فيه شيت واحد. سعر الجبنة خمسين جنيه. اعلم عليها. واقول انتر. تحتها في الجبنة برضو اقول يساوي. مش هروح هناك بقى. اقول يساوي. سعر الجبنة برضو اللي فوق ده. وانتر. تعالى نجرب نشوف لو غيرنا الجبنة السعر هيبقى كم? كانت خمسين احنا نحن نخليها اربعين جنيه. نرجع نشوف الجبنة هناك. اربعين جنيه. تمام كده اول? الشوكولاتة هقول يساوي. هروح هشوف الشوكولاتة هناك بكم? ستين. اعلم عليها. وانتر. وتحتها يساوي. والستين برضو هو سعر الحشو الشوكولات. واقول انتر. تمام كده? احنا عرفنا سعر الحشوات بتاعتي. تكلفة الحشو. هاجي عند اول خانة. كروسان المية جرام اللي هو الجبنة هقول يساوي. واقول وزن الحشو في سعر الحشو. تمام كده? واقول انتر. كده العشرين جرام. لو الجبنة باربعين جنيه. دي بقى عملة تمانين قرش. العشرين جرام تمانين قرش. هقف على التمانين جرام. وعلى حرف الخلايا بتاعتي لحد ما ييجي معايا علامة سودا زي ما انتم شايفين كده علامة الزائد السودا. كده شمال وهسحب تحت. خلاص كده. هي كده خلصت معايا. عرفت العشرين جرام تكلفتهم قد ايه? والخمساشر جرام تكلفتهم قد ايه? كده فضل معايا ان انا اعرف تكلفة القطعة بتاعتي بالحشو. هقول يساوي. وهروح عند الكروسون السادة السادة الميت جرام. واعلم عليه. بعد ما قلت اليساوي. واروح ايل زائد. واروح جاي على تكلفة الحشو الجبنة الميت جرام. لالقطعة الميت جرام. اللي هتاخد عشرين. تكلفتها اهي? تمانين قرش. واروح معلم عليها. واروح دايس انتر. كده. تكلفة القطعة الجبنة بالحشو بتاعها اللي هي ميت جرام تكلفتها تلاتة جنيه وسبعتاشر قرش. تحتها اقول برضو يساوي عند السبعين جرام. واروح اجيب تكلفة القطعة السادة السبعين جرام من هنا. اعلم عليها. بقول زائد. وارجع لتكلفة الجبنة اللي هم خمساشر جرام بتوى القطعة السبعين جرام. واعلم عليها. واقول انتر. كده خلاص. جبتني التكلفة بتاعتها. ونفس الكلام في الشكلة. هاروح برضو على الميت جرام بقى. مش هنزل تحت اشانا عملناش الخمسين والعشرين. اعلم عليها واقول زائد. وارجع تاني للجنيه وعشرين قرش لهم تكلفة العشرين جرام آآ شوكليب بتوى الحشو بتاع القطعة الميت جرام. اعلم عليها واقول انتر ونفس الكلام في القطعة اللي هي لسبعين جرام. اروح اجيب تكلفتها. واقول زائد. تكلفة الحشو. واقول انتر بكده بقى انا عملت الحشو آآ وتكلفته للكراسون بتاعي بقى انا كده عندي كراسون بتاعي اللي هو الميت جرام وسبعين جرام بالتكلفة بتاعتهم. انا عايزكم تبقى تجربوا ان شاء الله تجربوا في الخمسين جرام وفي العشرين جرام. وتبدأوا تعملوا نفس اللي لنا ده. مسلا على آآ على على عيش براون او اي آآ يعني تحبوا تبقى تجربوا. وانا تحت امركم في اي سؤال ان شاء الله. وشكرا. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة